لقد كان لدينا في الفيديو السابق الإزاحة كان لدينا الإزاحة كإكتران في الزمن وبإعطائنا تسارع ثابت والسرعة الابتدائية نريد أن نرسم الإزاحة الآن ونحن نعلم أن السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والتسارع جميعها إكترانات لزمن وفي الواقع نريد أن نفهم ما الذي يحدث للسرعة عند الأعلى والأسفل ونحن نعلم أن هذه الإزاحة كاقتران للزمن ونعلم أن السرعة النهائية سوف تكون اقتران للزمن وتحدثنا في الفيديو السابق أن السرعة النهائية سوف تكون السرعة الابتدائية السرعة الابتدائية زائد التسارع والتسارع الضرب تغير في الزمن إذن بدأنا بالسرعة الابتدائية زائد التسارع ومضروب بالزمن هذه القيمة تبين كم تكون أسرع أو أبطأ من السرعة الإبتدائية والسرعة النهائية على هذه النقطة بالنسبة للزمن وكما نعلم أن التسارع يساوي يساوي تسارع الجاذبية ويساوي سالب 9.8 بالعشر متر لكل مربع ثاني ومرة أخرى أسالب التعني باتجاه الأسفل والسرعة الإبتدائية سوف تكون باتجاه الأعلى حيث تساوي 19.6 متر لكل ثانية والمعطيات لنقوم برسم المنحنى الأول الذي سأرسمه هنا في اليمين وسوف يكون الإزاحة مع الزمن إذن سوف يكون الإزاحة مع الزمن المحور السيني هنا سوف يكون الزمن دلتا تي أو سأسميه الزمن تي والمحور هنا نحو اليمين سوف أسميه الإزاحة إذن هذه خمسة عشرة خمسة عشر أو عشرون متر والزمن هذه الصفر وهذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة وهذا أربعة ثواني هذه بالثواني في اليمين هنا وهذه بالمتر خمسة عشرة خمسة عشر عشرون متر إذن هذه هي هذه هي الإزاحة وفي نفس الوقت أريد أن أفعل منحنة السرعة وسأختار لون مختلف سأختار لون مختلف الأخضر هذا بسبب أن السرعة ستكون للأعلى والأسفل لدينا قيم موجبة وقيم سالبة هنا والزمن يكون موجب فقط ومرة أخرى أنا مهتم بثانية واحدة اثنتين ثلاثة ثوان أربعة ثوان والسرعة سوف تكون والسرعة سوف تكون عشرة متر لكل ثانية ستكون عشرة متر لكل ثانية عشرون متر لكل ثانية وهذه ستكون سالبة عشرة متر لكل ثانية وهذه ستكون سالبة عشرون متر لكل ثانية كل هذه هي بالمتر لكل ثانية وفي اليمين هنا محور السرعة وهذا يمثل الزمن وهذه منحنة السرعة إذن منحنة السرعة فيلوسيتي وسأرسهم منحنة تسارع فوق هنا إذن منحنة التسارع الآن منحنة التسارع وسوف أفرض أن التسارع الثابت إذن هذه ثانية واحدة إثنتان ثلاث ثواني وأربع ثواني ودعني أسمي هذا هنا سالب عشرة متر لكل مربع ثانية كل هذه بوحدة المتر لكل مربع ثانية ونحن نعلم أن التسارع يساوي السالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع إذن سيكون التسارع سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع وسيكون التسارع ثابتة مع الزمن إذن هنا منحنة السرعة وهنا منحنة الإزاحة ودعني أرسم الآن جدول صغيرا هنا وسوف أختار اللون الأصفر والعمود الأول يمثل تغير في الزمن والعمود الثاني سوف نجد فيه كم السرعة النهائية وسوف تكون هنا ستكون السرعة النهائية وسأسميها السرعة حالية عند فترة زمنية وهذا العمود سوف يمثل قيمة الإزاحة إذن قيمة الإزاحة هنا وسوف أفعل جميع القيام في زمنين معين مقداره 0 و1 و2 و3 و4 أو التغير في الزمن هذا مع مرور الثواني إذن في الواقع سوف تكون هذه دلتا تي وسأسميها التغير في الزمن دلتا تي هذا محور التغير في الزمن وسأقوم بتوضيحي هنا دعني أسميه منحنى التسارع منحنى التسارع acceleration وسوف أكتبه بشكل جيد دعني أحل هذه إذن عند الزمن زمن يساوي صفر ماذا تساوي السرعة؟ إذا استخدمنا هذه الصيغة إذا استخدمنا الزمن يساوي صفر وتغير في الزمن يساوي الصفر إذن هذه القيمة تساوي الصفر فسوف تكون السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية وفي الفيديو السابق أنت تعلم أن مقدار السرعة الابتدائية سوف تكون 19.6 بالعشرة متر لكل ثانية إذن 19.6 بالعشرة متر لكل ثانية عند الزمن يساوي الصفر سوف تكون 19.6 متر لكل ثانية ماذا ستكون الإزاحة عند الزمن صفر؟ وتغير في الزمن صفر ابدعني أريك كيف يظهر هذا حيث دلتتي تساوي الصفر؟ إذن هذه القيمة سوف تساوي الصفر وهذه تساوي الصفر إذن الإزاحة هنا الإزاحة هنا عندما لا يوجد الزمن إذن هنا لا يوجد إزاحة إذن هنا أيضا لا يوجد إزاحة كتبنا هنا فوق الآن ماذا يحدث بعد ثانية واحدة بعد مرور ثانية واحدة ماذا ستساوي الآن السرعة حيث أن السرعة الابتدائية المعطاة هنا فوق تساوي 19.6 متر لكل ثانية والتسارع يساوي سالب 9.18 متر لكل مربع ثانية إذن السالب نكتبها هناك ونضربها في التغير في الزمن دلتة تي وفي جميع الأحوال حيث في هذه الحالة ضرب واحد ثانية لأن التغير في الزمن يساوي واحد ثانية إذن 19.6 سالب 9.8 هذا يعطي قيمة هذا يعطي بالضبط 9.8 متر لكل ثانية لأنك تضرب هنا بثانية وهذه متر لكل مربع ثانية حيث 19.6 نقص 9.8 ضرب ثانية واحدة سيعطي 9.8 متر لكل ثانية إذن بعد ثانية واحدة سوف نحصل على نصف السرعة الابتدائية حيث عندما أقوم برسم 9.8 متر لكل ثانية سوف أقوم برسمها هنا إذن ماذا ستكون الإزاحة الآن؟ الإزاحة سوف تكون سوف أحسب الإزاحة باستعمال جميع المعلومات هنا إذن نحن نعلم أن السرعة الابتدائية تساوي 19.6 بالعشرة والآن سأكتب الأحدات هنا الزمن هو التغير في الزمن والزمن دعني أسخدم نفس اللون الزمن هو التغير في الزمن زائد النصف زائد النصف ضرب سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع إذن نصف ضرب التسارع A هنا في الواقع سوف أعيد كتابتها سوف تكون سالب 9.8 متر لكل مربع ثانية ضرب نصف حيث أن هذه السالب 4.9 بالعشرة ونصف ضرب سالب 9.8 لكل متر مربع ثانية هذا ما أعطى هذا العدد ومقدار التسارع هنا لديك قيمة متباطئة لأن المجال الأرضي يتسارع للأسفل لكن في الواقع سحب اتجاه الأسفل يمثل التسارع باتجاه الأسفل ولهذا السبب وضعنا إشارة سالب فوق هنا وقد اتفقنا في الفيديو السابق أن الموجة باتجاه للأعلى وسالب للأسفل إذن دعنا نركز على هذه فوق هنا سالب 4.9 بالعشرة متر لكل ثانية مضروب بمربع دلتا تي وسوف أجعل هذه أكثر وضوحا وسوف أحسب بالآلة الحاسبة حيث عند مرور ثانية واحدة عند مرور ثانية واحدة سأستخدم الآلة الحاسبة عند مرور ثانية واحدة فأن الإزاحة سوف تكون 19.6 ناقص 4.9 ضرب مربع الزمن إذن هذه سالب 4.9 بالعشرة وهذا يعطي 14.7 بالعشرة متر إذن بعد مرور ثانية واحدة الكرة سوف تقطع مسافة مسافة 14.7 متر في الهواء هذا واضح هنا والآن ماذا سيحدث بعد مرور ثانيتين إذن بعد مرور ثانيتين السرعة ستساوي 19.6 بالعشرة ننقص 9.8 بالعشرة ضرب ثانيتين وزمن المنقضي يساوي ثانيتين إذن 9.8 بالعشرة ضرب 2 ثانية تعطينا 19.6 متر لكل ثانية حيث هذه يلغى مع بعضهم البعض وسوف نحصل على سرعة تساوي الصفر هذا الشيء يبدو مثل خط مستقيم إذن هذا دعني أرسمه خط مستقيم مثل هذا إذن السرعة تساوي صفر بعد مرور ثانيتين ما مقدار الإزاحة نحن عند النقطة حيث أن الكرة لا تملك السرعة عند زمان ثانيتين وبالضبط عند تلك اللحظة ستكون في وضع السكون وبالضبط عند تلك اللحظة ستكون في وضع السكون والآن ما الذي لدينا الإزاحة هنا لدينا 19.6 دعني أستعمل الآن الحاسبة بهدف السرعة يمكنني أفعل ذلك يدوياً ولكن هذا أسرع إذن 19.6 متر ضرب مربع ثانية ناقص 4.9 ضرب 2 ثانية تربيع هذه مربع 2 ثانية ضرب مربع 2 ثانية إذن ضرب 4 وإذن 19.6 متر إذن هذه الإزاحة 19.6 متر وبعد مرور ثانيتين ستكون على بعد 19.6 في الهواء والآن لنقوم بحسابها عند ثلاث ثوان إذن بعد مرور ثلاث ثوان السرعة سوف تكون الآن 19.6 بالعشرة ناقص 9.8 ضرب ثلاثة وسوف أحلها هنا سوف أستخدم الآلة الحاسبة إذن 19.6 ناقص 9.8 ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة هذا يعطي سالب 9.8 بالعشرة متر لكل سالب 9.8 متر إذن بعد مرور ثلاث ثواني السرعة سوف تكون سالب 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية إذن هذا منحنى السرعة وما مقدار الإزاحة عند تلك النقطة أدعني أستخدم الآلة الحاسبة وفي كل مرة أتمنى أن تجربوا تجربوا إحساب ذلك إذن سوف أجد مقدار الإزاحة إذن الإزاحة سوف تكون دلتا تي وهي ثلاثة إذن 19.6 بالعشرة ضرب دلتا تي الثلاثة ننقص 4.9 بالعشرة ضرب هذه الدلتا تي والتي تسوي ثلاثة ثواني ونحن نتحدث عن دلتا تي هنا إذن فهي تربيع إذن هذا ضرب التسعة وهذا يسوي 14.7 بالعشرة إذن بعد مرور ثلاثة ثواني سوف يكون 14.7 بالعشرة متر وهي في نفس مكان الثانية الواحدة لكن فوق هنا تكون لإتجاه الأسفل بينما هنا ستكون بالإتجاه العلى والآن ماذا يحدث بعد مرور أربع ثواني دعنا نحسبها سأستخدم الآلة الحازبة مرة أخرى السرعة سوف تكون 19.6 ناقص 9.8 بالعشرة ناقص 9.8 بالعشرة ضرب أربعة ثواني وتساوي سالب 19.6 بالعشرة متر إذن متر لكل ثانية إذن إنها قيمة مساوية عند ضرب الكرة لكن اتجاهها للأسفل اتجاهها للأسفل وما مقدار الإزاحة وباستعمال الآلة الحاسبة نحسبها إذن الإزاحة تساوي 19.6 بالعشرة ضرب أربعة وزمن المنقضي هو أربع ثواني ناقص أربعة فاصلة التسعة بالعشرة ضرب مربع أربعة ثواني والتي تساوي ستة عشر والتي تساوي سفر إذن الإزاحة تساوي هنا صفر لقد عودنا إلى سطح الأرض عودنا إلى سطح الأرض إذن رسمتم منحنا الإزاحة سوف تحصل على قطع مكافئ مفتوح للأسفل مثل هذا وسأعمل جهدي ليكون الرسم بشكل جيد في الواقع سوف أرسم بخط متقطع لأنه أسهل إذن رسمتم منحنا الإزاحة مع الزمن وسيبدو مثل ذلك والسرعة تبدو كخط مستقيم تناقص وما له سالب والتسارع هنا ثابت والسبب في عمل هذا هو أريد أن وضح لك أن السرعة تتناقص في نفس المقدار وهذا مهم لأن مقدار لا تغير في السرعة سوى ازدياد أو نقصان هو التسارع والتسارع بناء على ما اتفقنا عليه اتجاهه للأسفل والتسارع باتجاه الأسفل لهذا السبب يتناقص ولدينا ميلون سالب هنا إذن لدينا ميلون سالب هنا يساوي سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع والآن علينا التفكير فيما يحدث في هذا الجانب من الرسم وسأسهم المتجه للسرعة وسأقوم بذلك باللون البرتقالي ولربما الأزرق السرعة سوف تكون باللون الأزرق حيث يوجد لدينا سرعة مجبع مقدارها 19.6 بالعشر متر لكل ثانية إذن سيكون هذا المتجه 19.6 بالعشر متر لكل ثانية هذه السرعة وبعد مرور واحد ثانية سوف يكون 9.8 بالعشر إذن سيكون نصف ذلك وبعدها في العلى المنحنى هنا السرعة تساوي الصفر وبعد مرور ثلاث ثواني مقدار مقدار السرعة سوف يكون 9.8 متر لكل ثانية ولكنه باتجاه الأسفل مثل هذا وبعدها عندما تضرب الأرض عندما تضرب سطح الأرض ستكون سرعة سالبة مقدارها سالب 19.6 بالعشر متر لكل ثانية وستكون مثل هذا وبالضبط مثل هذا إذا استعملت نفس القياس فوق هنا ماذا سيكون التسارع خلال هذه الفترة الزمنية التسارع خلال هذه الفترة سيكون سالب سالب 9.8 بالعشر متر لكل ثانية تربيع سأقوم برسم ذلك إذن التسارع هنا سالب 9.8 متر لكل ثانية وتسارع هنا أيضا سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع والتسارع ثابت خلال الوقت التسارع سيكون ثابت إنه لا يتغير بتغير موقعك في المنحنة وعندما تكون قريبا من سطح الأرض كذلك أتمنى أن هذا أعطاك فكرة حول ماذا يحدث عند رمي قضيفة أو كرة في الهواء